تستعد وزارة الصحة لاجتماع طارئ مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي في البلاد والعالمة فيما ضبطت وكيلة الاستخبارات عشرات الأطنان من الأدوية المهربة وغير المرخصة وغلقت عددا من صيدليات والعيادات والمداخر غير المرخصة في محافظات مختلفة وقال عضو عضو الفريق الطبي العالمي للوزارة ربا فلاح أن الاجتماعات تكون مفاجئة وحسب مقتضيات العمل مشددة على أخذ اللقاحات واتباع الإجراءات الوقائية فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال زيادة انتشار سلالة أوميكرون ومخاطرها المرتفعة على مستوى العالم واحتمالية زيادة بحالة كورونا اعتمدا على خصائص أوميكرون ما ستكون له عواقب وخيمة